لقد خضعنا تؤال حياتنا بفكرة أننا نحن بنو آدم كنا أول البشر ولكن هذه الفكرة هي علميا وقرآنيا غير صحيحة فالذي ثبت علميا أننا نحن بنو الإنسان كنا مسبقين بالعديد من السلالات البشرية وقرآنيا اتضح لنا بعد دراسة القرآن وتدبر الآيات القرآنية أن أبانا آدم كان خليفة قد خلف من قبله من البشر لذلك قال القرآن أني جعل في الأرض خليفة الله اصطفى آدم من عدة سلالات بشرية كانت تعيش معه وقبله أيضا لذلك قال القرآن أيضا أن الله اصطفى آدم ونحن من بني آدم